عبر الهاتف ينضم لنا من أربيل الصحفي رستم محمد رستم مساء الخير أهلا بك معنا أخر تطورات مجرى هذا اليوم في الاستفتاء كيف كان الإقبال ومجرى بالتفصيل كانت تثبت الإقبال عالية جدا صباحا حيث كانت أجوى أربيل حيث أعيش أشبه ما تكون بعيد تكبيرات الجوامع ونواقيس الكنائس كانت تحرد المواطنين وتدفعهم للاستفتاء كان هناك حالة هيجان عاطفية لأن يشارك ملايين المواطنين الأكراد وغير الأكراد لأول مرة ليحددوا مصيرهم بطريقة ديمقراطية قلت نسبة الإقبال عند الظهيرة لأنها أربيل والملاطق الكردية في العراق تشهد ارتفاعا تدرجات الحرارة مدى للفصل صيفا عاودت النسبة إلى الارتفاع عصرا ما دفع بالمفوضية العليا للانتخابات لأن تمدد ساعة لعملية الاستفتاء قبل عشر دقائق بالضبط انتهت عملية الاستفتاء حين السابعة ويبدأ الآن في حوالي ألفين مركز وحوالي 12 ألف صندوق تبدأ عملية ضبط وعد وفرز الأرقام وترسل الأرقام مباشرة إلى الانفوضية العليا فيما بعد التي من المتوقع أن تعلن نسبة المشاركة وعدم الموافقة على الموضوع المستفتاء من أجله غدا في مثل هذا الوقت بعد انتهاء 24 ساعة من موعد انتهاء الاستفتاء ما بعد ذلك هل لديك معلومات عن الإجراءات المتبعة بعد أن يتم إعلان نسب المشاركة ونسب الموافقين ونسب الرافضين ما الإجراءات التي ستتأخذ بعد ذلك هناك ثلاث مستويات من الإجراءات على المستوى الكردي حسب ما تطرح القيادة السياسية والأحزاب الستة عشر الرئيسية في قلين كردستان العراق التي أقرت موضوع الاستفتاء فيكونون وفدا من جميع المكونات والمناطق الكردستانية ليذهب إلى بغداد ويفاوض الحكومة المركزية ليقول أنه زمن الدولة العراقية الواحدة انتهت تعالوا لنا تفاوض على الملفات العالقة بيننا التي تتعلق بالمياه وبالنفط وبالعلاقة الدولية وبالحدود وبالديون وأن نقرر كل شيء كما لو لم توافق الحكومة العراقية المركزية على هذا التفاوض ولم تعترف نهائيا من نتائج الاستفتاء حسب ما يقول المسؤولين الأكراد وحسب ما قال رئيس الأقليم مسعود البرزاني الباريحة في موتمر الصحفي فأن الأقليم سوف يتجه إلى خطوات من طرف واحد كتحديد الحدود والفصم المالي النهائي بين بغداد وأربيل ومحاولة عدم اردوخ لعدم اعتراف بغداد بهم على المستوى العراقي تقول الحكومة العراقية أنها لا تعترف بأي شرعية لهذا الاستفاوض نتائجه أيا كانت لا تكون وبالتالي فأنه لا يترتب عليه أي شيء وسوف تعتبر الحكومة تقليم كرنستان حكومة غير شرعية وتطلب ببعض الأمور السيادية الممنوحة لها طيب ماذا بالنسبة للأكراد يعني من ذهب اليوم إلى مراكز الاقتراع من صوتوا يعني من خلال حديثك مع بعضهم هل هناك أراء مختلفة وكيف كانت ربما ردود الأفعال أو حتى أنه رغبتهم هل مع أمضد عموما عموما كان هناك نشوة قومية ونشوة ذاتية بأنهم استطاعوا في النهاية أن يتصدوا ويتحدوا كل شيء ويذهبوا ليحددوا مصيرهم بأنفسهم هناك بعض الاستثناءات أكيد وهناك نسبة مشاركة ودفعوا الأقل من قبل التركمان والعرب الذين يحملون جنسية وسكن هذه المناطق لكن الأكراد هناك نشوة مألة ببعض الاستثناءات والناس عموما عموما تنتابها النشوة وتحس أن جميع الضغوط التي تمارس على الاقليم تشبه ما مرس عليها عام 2005 حين قررت الفيدرابية وكانت مرفوضة من سيارات واسعة من الأحزاب نعم سيد رستو شكرا لك على هذه المداخلة صحفي رستو محمد كنت معنا عبر الهاتف من أربيل شكرا لكم